اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا الفيلم الفوتوغرافي سيتكون من طبقات اول طبقة اللي هي الطبقة الاساس اللي ما لها دور بالصورة يعني ما لها دور اساسي بالصورة بتكون الصورة وانما هي وانما يأشن حجر الاساس مال الفيلم هي قاعدة مال الفيلم اللي هي اشنو سيكون حكينا ان الفيلم قبل ما يتعلق للاشاعة السينية سيكون شفاف شفاف اما من مادة السيليلوز او من مادة البوليستر اذا القاعدة مالتنا شفافة من مادة السيليلوز او من مادة البوليستر مضاف إليها صبغة بات لون ازرق هذا احنا مالتنا حكينا الفيلم الشفاف لون ومايل إلى الزراق. لون ومايل إلى الزراق ليش نسبة إلى صبغة مضاف إليها؟ إن هذا الجزء من الفيلم يعرف في قاعدة الفيلم لحد الآن إذا كان سواء لنا بوليستر أو سليلوز مضاف إلينا وصوها هاي لحدا إحنا قلن نحكي على قاعدة الفيلم. فائدة أشنو أني يعرف كأساس لغرض وضع الطلاء المكومة من مادة جيلاتينية تحتوي على البلورات. هوني أشنو هذا فائدة الحجر الأساس مالتنا؟ وبالقاعدة أنا رح أجي أخلي هاي المادة اللي رح تتأثر بالأشعة اللي رح تم تبسم لي الصورة. هاي المادة أشي يسموها يسموها الامورشن الطلاء. رح تكون مادة جيلاتينية تحتوي على البلورات من مادة حساسة للإشعة وغالبا ما تستعمل بروميد الفضة. أكثر مادة أحنا نستخدمها بالفلم حتى تتحسس للأشعة السينية هي بروميد الفضة. تكون مادة جيلاتينية مكونة من بلورات. إن بلورات بروميد الفضة توزع بشكل متساوي على كافة أجزاء قاعدة الفلم السيلولازي. لغرض الحصول على حساسية متساوية في كافة أجزاء قاعدة. أهم شيء أهم شيء أنا من عينجي أخلي هاي الطلقة الجيلاتينية أخليها بالتساوي على القاعدة. مثلا مكان تطلع بها مثلا مكان السلطخيني هاي الطلقة الجيلاتينية ومكان السلط الرقيقة. وهاي الحساسية من الأشعة طبعا غرح تختلف واح تطينا صورة خاطئة. إن البلورات المذكورة تحتوي على بعض الشوائب. بروميد الفضة ما أطيق أنا أستخدمه وبحث 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 وبحث. لازم أكون معا شوائب مثل ضئيلة جدا. إذ إن من الصعب جدا الحصول على نقاوة تامة لأي مادة. وهذه الشوائب هي عبارة عن أملاح الفضة. هاي المادة بروميد الفضة هي كيميائيا كيميائيا. لازم تكون يعني تحت ضروف كلش مثالية حتى تظهر مادة نقية. بما إنه إحنا عنا نقل والشحن والتصنيع والتغليف والخزن ما لتدخل العيادات. فاكلة ما مواد يعني ما طروف مثالية. فلازم أشمو بحث تتكون بها مادة شوائب يسموها اللي هي أملاح الفضة. إن وجود هذه الشوائب بالنسبة متفاولة إضافة إلى وجود البلورات الأصلية بإشكال هندسية عديدة وبإحجاب مختلفة يخلق القانينة حصول على أفلام ذات درجة مختلفة من الخواص. يستفاد منها حسب الحاجة وحسب الاستعمال. أنا راح أجي من أجي أصنع هاي المادة الجلاتينية. هاي البلورات ما كلا نفس الحجم. أكو منا أصنع حجم كبير أكو منا أصنع الحجم أصغير. زائد الشوائب. إن الفيلم الفوتوغرافي يمكن أن يكون وحيد الطلاء. أي إن سطحا واحدا منه مغطى بالطلاء. جلاتيني الحاوي على البلورات ويمكن أن يكون زنائي الطلاء. دقيقة نقلل الضوضاء. أي طلاب نرجع. حكينا إنه هاي المادة الجلاتينية بإما أن تكون أحاديت الصفح. يعني أجيب القاعدة وأخلي بس من الصفحة وحدة هذه المادة الجلاتينية. أو أجيب القاعدة من الفيلم أخلي من فوق ومن جوة. بالسطحين على الوتشين أخلي هذه المادة الجلاتينية. وعند تعريض الفيلم الفوتوغرافي يحسنها شعائية. فإن بلورات البراميدي الفضاء تحت تأثير إشاء تتحول كيميائية مكونة الظلال مستثرة. حكينا إنه هاي المادة من البراميدي الفضاء. من رح تسقط عليها الأشياء السينية رح تتحول إلى مادة رح مثل الأشياء تشتعل. رح تكون تتحول إلى ظلال مستثرة اللي هي إشنو؟ اللي هي التفاوت يعني أشياء الظل. يعني أكو عندنا ضو وعتمية والظل اللي هي التفاوت بين الأبيض والأسود. هي هاي الدرجات التباين مع الرمادي. رح تتكون إشنو؟ من تسقط الأشياء السينية على هاي البراميدي الفضاء. رح تتكون هاي ظلال مستثرة. هاي أكوية تظهر قبل أن تجري على الفيلم بعض العمليات الكيميائية. أنا ما أطيق أطلع هذا الفيلم من تحت المريض. بعد ما عطيته الإكسبوجيا. رح أطلعه من تحت المريض وأقرانه. مستحيل. ليش؟ لأنه أنا رح تطلع لي صورة أبداً ما واضحة. لازم أنا أرجع أوصل الفيلم وعمل عليهم عمليات حتى تطلع لي صورة واضحة. هاي العمليات تتكون من مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي عملية التحميض. يسموه الديفيلوبيك. الديفيلوبيك اللي هي اشنو؟ هي في هذه العملية تم إظهار ظلال مستثرة التي تكونت في مواضع المعرضة للإشاعة. يعني اشنو؟ أنا في هذه العملية نجيب هذا الفيلم أخلينه أعالج بطريقة معينة ونجي نشرحها. أشهر عمل رح أظهر أبين هاي الظلالة المستثرة هاي التباين اللي طلع عندي. نتيجة الإكسر. المرحلة الثانية هي مرحلة التثميت. هي حيث يتم إزالة بلورات الغير متأثرة بالإشاعة. ليش؟ أنا لازم أعمل هاي العملية. حكينا إنه مثلا بالعظم ما رح تسقط ما رح تسقط أشياء كثيرة على الفيلم. ليش؟ لأنه عظم رح نتصل إكس راي. زين أنا معنات أشياء كثيرة. معنات أكون هوني مكانات مالبروميد الفضة بتحت العظم. أكون مكانات مالبروميد الفضة بعد ما شافت إكس راي ما شافت أشياء وماشت عادة. بعد حساسة للأشياء أو للضوء. طبعا للأشياء والضوء. هذا الفيلم مالأشياء ما يستطيع يتعرض لا للأكس راي ولا الضوء العادي. فأنا إذا بسكتوا هذا الفيلم وأرقتونه على الضوء أو يعني إذا شوفوا على الضوء. أش معناتها؟ معناتها رح أشعل هاي الأشياء؟ هاي بروميد الفضة اللي ما كن اشتعلت رح أشعلها. معناتها شمت خغبت الصورة خلاص. ما بعد أبين أنا هذا كان عندي هارتشو لسوفتشو لتبين كله وحي وحي. ماشي طلب؟ فأشياء حامل؟ تقوم بإزالة هاي بلورات الفضة الغير متأثرة بالإشعاء. وفصلها عن قاعدة الفيلم حيث تترك مكانا خانيا وشفافا يعبر عن عدم التعرض لإشعاء في هذه المنطقة. يعني إيش معناتها؟ أنا هاي المكان اللي شلت منها هاي بروميد الفضة اللي ما متأثرة بالإشعاء. معناتها هاي المكان ما كان وصلت عليها أشعاء. تمام؟ أولاً أعمل ديفلوكتينك اللي هي إظهار الضلال المستثرة. ثانياً ما أقرده ضوء. إن الفيلم ضوء نهائياً ولا أطلعه من مكانه إلا أن أعمله فيكسيشن. فيكسيشن إشنو؟ هي إزالة البروميد الفضة اللي ما متأثرة بالإشعاء. إن الصورة الشعائية التي تظهر على الفيلم الفوتوغرافي تعرض توبر صورة سالبة. أنت بالأطفال كنتم كنا يعني من واحد مصور عند المصور يأخذنا صورة بالكاميرا عادية بالفيلم هذا أو الشريط اللي ينفتح هذا الفيلم. ينفتحه ونشوفه إنه إذا بعده محماض أو ما محماض نشوفه إنه صورة أي صورة. هذا اللي هو يشبه فورة الأشعة مع الإكسرائي بس الظغيري. هذا أشي نسمينه هذا الشريط أو هذا الفيلم الفوتوغرافي اللي كم إحنا أراضنانه وطلعنانه التحميض والفكسيشن. أشي نسمينه النيغتف صورة سالبة. وذلك لأن الأجزاء المعارضة للأشعة تظهر سوداء داكنة حيث أن الأجزاء الغير معارضة تظهر شفافة. بهادي الطريقة بهاي الفيلم هاي نوعية من الأفلام بهاي الطريقة مال التصوير والديفلوب والفكسيشن غاح تطلع لنا صورة نسميها نكتب. ليش نكتب؟ لأن الصورة الأجزاء اللي غاح تتعرض للأشعة غاح تشتعل وتصير صوداء والأجزاء اللي ما غاح تتعرض للأشعة غاح تبقى شفافة. أوكي؟ أكو أحد لي هون عنده سؤال؟ لا بطاقة. لا بطاقة. لا بطاقة. لا. ليش أنا شغلة اللقاء هي سرعة الفيلم. ايش معنى سرعة الفيلم؟ إن مقدار التعرض الذي يؤدي إلى الحصول على كثافة مقدارها دي واحد وهو مقياس سرعة الفيلم. ففي فيلم معين يحتاج إلى تعرض معين للحصول على كثافة مطلوبة. لأنه في الفيلم مآخر تحكم. تعرفوني شمالة سرعة الفيلم؟ هو الزمن اللي يجب حتى أنا. الزمن اللي يجب يعني هو أشغل يقل الزمن أشغل معناته زادته السرعة. هو الزمن اللي يجب أنه. هذه البروميد الفضوة تنطيني حساسية فل حساسية حساسية كاملة بها الأشياء أسبقتها وتنطيني صورة. يعني أنا عندي فيلم حتى أحصل بينه صورة. الفيلم السيء عندي فيلم حتى أحصل بينه صورة جيدة. يمكن أنه أنا لازم أروضه إكسبوجر دقيقة كاملة. معنات أشنو هذا الوقت المال الإكسبوجر صار دقيقة كاملة. أما الفيلم الجيد سيحتاج زمن أقل إكسبوجر أقل حتى ينطيني صورة. تمام؟ هو مقدار التعرض الذي يؤدي إلى حصول على كثافة مقدارها دي واحد وهو مقياس لسرعة الفيلم. ففي فيلم معين نحتاج إلى تعرض معين للحصول على كثافة مطلوبة لأنه في فيلم آخر يؤدي إلى حصول على نفس الكثافة فيوقار عند أدم بأن الفيلم في الحالة الثانية هو أسرع من الفيلم في الحالة الأولى. يعني من الفيلم الجيد اللي هو يحتاج أقل تعرض. أقل تعرض وأقل زمن. أوقياً أشنو أقل تعرض؟ يعني أقل تكسبوجر أقل كمية أشياء طفالك. أن التحكم بسرعة الفيلم أمر يعود إلى تصنيع الفيلم. فلقد أكرنا أن بلورات براميد القبضاء التي تكون تكون بطلاء الفيلم لا تكون بحجم واحد. نجي نشرح قبل شوية تقطع أن هذه البلورات ما يستطيع أن تكون كلها بحجم واحد. راح تكون أكو بلورات كبيرة أكو بلورات زرية. راح نجي نشرح أشنو علاقتها بالتخمين الصورة. ولأجل الحصول على الفيلم سريع فإن نسبة البلورات الكبيرة ترحجب وهي الأكثر حساسية للإشاع يجب أن تزداد. يعني أشنو كل مما كانت البلورات الكبيرة كل مما كانت حساسية الفيلم أحسن. بس أشنو يجب أن تزداد. لكن في هذه الزيادة لهت أثير سيء في جاء المقدار معاملة مكامة قليل. مما يؤدي إلي الحصول على الفيلم السريع ولكن التباين ضعيف. أنا بلورات هايك بيغا تضيني حساسية أكثر بس أشنو راح تقلل للتباين. يعني راح يطلع الفيلم كله عبارة عن سواد. سواده أكثر من البيغاة مالتو. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا فيو ASL准 نانسي قنقر وقف 늘 بتجمع قد نضاء المقدار المترجح وقف نحسن شعور كثيرا حساسية ترجمة نانسي قنقر المفضل ترجمة نانسي قنقر درجة طلاب حكينا انه بالنورات كبيرة تزداد حساسية بس هاي زيادة ما الحساسية تعمل لقلة في نعل التباين عشان هاي قلة في التباين انه هو مقدار قام وحيكون قليل انه متطلبات الحصول على افلام سريئة هي متطلبات ضرورية وذلك للتقليل التعرض الى الحد الممكن انا احتاج فيلم سريع حساسية عالية فيلم سريع بس ايش موح يدخللي على جودة الصورة فانا منسي اجي اعمل الفيلم عبارة عن بلورات كبيرة كله ليش احزيدي حساسية اقلل التعرض بس احطيطيني صورة ما جيدة كيش موحفتهم منها ممكن انه وصلن الطبيب يقوله احعيد الصورة مرتلق احعيد التصوير مرتلق ومعنى شمو صورة اكسبوزر دبل اكسبوزر على البايتين على مريض لازم نراعي انه من انصنا هاي الفيلم تراعي ناحية الحصول على السرعة جيدة للفيلم مع مراعاة الحصول على تباين جيد لك ان الحصول على عامية في وقت واحد اوار جدا عصير اي صعبه بالتصنيع بس لازم احنا نراعي الحساسية مع التباين اهو فتشي اسمه لوحة التكتيف والشاشة الفلورية كله حكينا اللي كان سارلوب هو عبارة عن احنا شرحنا الفيلم الفوتوغرافي الفيلم اللي احنا الحموضه بادينا ناخد اكسبوزر بادينا هو مادة التحسس احنا هي براوميد الفضة ماكو ايشي الكتروني ماكو بلورات تنطي فاسفرة او تنطي اضاءة او تتحسس بال اكس راي تنطي اضاءة كل اللي كان ان نشرحه موادة الروميد الفضة يسقط عليها اكس راي تعمل الفيلم تباينه من الابيض الى الاسود درجات الرمادي رمادي وبس هسا رح نحكي احنا بشغلات الالكترونية وشغلات السمار الفيلم عندنا مواد رح تنحط عن الفيلم او لوحات تتاثر بالاكس راي تنطينا ضوء تنطينا فوتونات بعد فوتونات من هاي البلورات اللي انا استخدمها ان المواد الفلورية التي تستخدم في لوحات التكثيف والشاشات الفلورية لها خاصية انتصاص الاشياء السينية ومثم اعادة الاشياء اعادة اشياء ما انتصته منطاقة بشكل ضوء يعني اشنو؟ هاي اللوحات او الشاشات الفلورية رح تمتص الاشياء السينية وتطلق ضوء مرء رح تطلق الطاقة اللي رح تكتسبها من الاشياء السينية على شكل طاقة ضوء مرء بشكل ضوء من المواد الفلورية من المواد الفلورية متى ما كان الفارق الزمني بين امتصاص الفوتون من الاشياء والعدد اشعائه كضوء مرئي قصير جدا في حدود من الاشرة ناقص ثمانية الثانية يعني ثمانمين جزء من المليون الثانية لان هناك يعني اشقد كان هاي بالزمن عندي باللورة انتصت الاشياء وبعدين اكتسب الطاقة وبعدين حررت هاي الطاقة الى ضوء اشقد كان هاي الزمن هاي العملية كلها تصير اشقد كان انا اللوحة احسن لان هناك مواد اخرى بتعرف بالمواد الفيسفورية ايش معنات الفلورسنت هديك الفلورية هاي فيسفورية نجي نشرح اشمالات الفيسفورية الفيسفورية لها نفس الخاصية الى ان الفترة الزمنية بين امتصاص الفوتانون عادة اشعائي كظوء مرئي اطول نسبيا يعني اشنو الفلورية اقل زمن الفيسفورية اطول زمن هاي العملية من امتصاص الاشياء وتحويلها الى ضوء مرئي ان لون الضوء المنبعث من البلورات الفلورية المشأة لا يعتمد على طاقة الاشياء السينية الساقطة بل يعتمد على المادة الفلورية نفسية هو النوع الشوائب فيها انا اشكد رح حصد ضوء من هاي اللوحة ما رح يعتمد على شدة الاشياء مال اكس راي وهيعتمد على نفسه هي المادة مع هاي اللوحة الفلورية وعلى الشوائب اللي بيها والمواد الفلورية يجب ان تتوفر فيها الصفات التالية كي تشتعمل في مجال التشخيص الطبقية اولا عشنو هاي لازم انه فلورية المواد الفلورية اللي انا احصنا منها اللوح يجب ان تكون ذات قابلية عالية لامتصاص الاشياء السينية اي ان اي ان تكون لها معامل امتصاص مرتفع ولهذا السبب فان المواد المستعملة لهذا الغراب تكون ذات عدد ذري مرتفع واحد لازم تكون عدد ذري مرتفع ليش؟ حتى يكون عليها عندها معامل امتصاص عالي حتى تمتص اكبر اشعاء اكبر كمية من ال اكس راي اللي ساقط عليها اين يجب ان تقوم باشعاء كمية مناسبة من الضوء المرئي دون لون مناسب اثنين لازم ان هاي الاشعاء اكس راي اللي امتصاصها تبعثها الضوء المرئي كمية هذا الضوء المرئي تكون مناسبة ولون مناسب بحيث ان انا احصل منها بعدين صورة ثلاثة يجب ان تكون فترة زمنية بين الامتصاص الاشعاء وصدور الضوء المرئي قصير جدا من الخاصية الفلورية مستعمل في مجال التشخيص الطبي الشعاعي في حالتين ويستين هذا الخاصية الفلورية استفاد منها حالتين واحدة لوحة تكليف الانتسيفاين اسكنار اللي هي ان لوحة تكليف تكون هي قائدة قوية قد تكون ورق سميك يطلع سطحها اشنو هاي عندي قاعدة ممكن ان نكون ورق سميك راح اطلي السطح مادة اشنو مادة ناصعة البيض مثل اكسيدي مانيسيوم او ثاني اكسيدي تيتانيوم وفوق هذه السطح وفوق هذه السطح اولا اش عندي ورق سميك بعدين اضليها مادة ناصعة البيض بعدين فوق هذا السطح الابيض تضع بلورات فلورية مكون الطلاع الرقيق بسبب صغير حجم بلورات هذه الفلورية المادة الفلوريالة تكون بلوراتها صغيرة عكس براميد الفضة راح اجي اطلي بها الفلم يستفاد من لوحة تكليل في عملية تصوير الشعاعي حيث توضع هذه اللوحات ملاصقة للأفلام الفوتوغرافية والفيلم الفوتوغرافي ثنائي الطلع يحاط من وجهين بهذه الالواح انا اسرح استفاد منها هذه الالواح راح اجي هذا الفلم الفوتوغرافي اللي حكينا علينا وببراميد الفضة راح اجي اخلي بالوتشين من فوقهم من جوه هذا اللوح التكذيف وذلك لغرض زيادة الكثافة على الفلم دون الحاجة الى زيادة مقدار التعرض للأشعاع وبلقاية المريض المراد فحصهم شعائيا احنا ما حكينا انه براميد الفضة اصلا حساس للضو وحساس لها شعاع انا حتى اقل الحساسية اقل العملية التصوير او من يتنتاج صورة قلل من التعرض مع المريض للأكس راي اخترعوا هاي لوحة التكثيف وحي يحطوه فوق هو مثل الكاسيت راح يفوت بها الفلم مع البراميد الفضة يفوت ببطن هذا الكاسيت اللي هي لوحة التكثيف ايش راح تعمل هاي لوحة التكثيف وحي يسقط عليها الأكس راي وطبعا اقو مكان مكانات راح تتفعل هاي المواد الفلورية وتنطي ضوء المرئي بس ايش نو هذا ضوء المرئي ما بكل اللوحة متساوي حسن ما سقطت انا احنا اشقط سقطت اكس راي عنينو التباية مارسفتو شو والهارتو شو راح ينتج ضوء المرئي هذا المرئي راح يسقط على براميد الفضة براميد الفضة راح تتحسس وحي تنطينا الصورة التباية والصورة اللي احنا غيدة ماشي اكو اي سؤال انا اكو اي سؤال لا دكتور ماشي ماشي الى هوني خلينا توقف حتى ممكن ان ترجعنا تقعها لا تسخر بطم المعلومات اللي قرعناها ليه شرحناها المحاولات الجريه نكمل ماشي معناه الفلورسكوب ماشي ندخلين الافلام حتى لا يسعد التشابه بين معلومات السابقة وبين الفلورسكوب ماشي 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 احنا ماشي ماشي ان شاء الله الكون ماشي ماشي اشتركوا في القناة